كلمة عن ضلال أصحاب التفسير السياسي عن تفسير كلمة التوحيد بقولهم تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله بقولهم لا حاكم إلا الله طيب تفسير قوله لا حاكم إلا الله إخواننا دا الفكر بتاع التكفيرين الخوارج ناس داعش والكلام دا موجود في كتاب ليصيد غطب قاعد تغريبا جوه هنا اسمه معالم في الطريق إنه لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله وده تفسير باطل فهمت إنه لا حاكمية إلا لله هذا كلام باطل لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهذا التفسير يدل عليه سياق القرآن أجعل الآلهة إلها واحدة هل مقصود المشركين أجعل الآلهة أي أجعل الحكام ولا أجعل المعبودات الآلهة هنا معنى الحكام ولا معنى المعبودات معنى المعبودات فده تفسير باطل ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله هو الحق هل معنى هذه الآية أن الله هو الحاكم الحق وإن كان هذا معنى صحيح لكن هل المقصود هنا ولا هو المعبود الحق المعبود بحق فده تفسير باطل وهذا تفسير سيد قطب في كتاب معالم في الطريق هنا كفر الأمة كلها هنا في الكتاب ده صفحة 98 والتماشلية قدام لا إله إلا الله منهج حياة فسر التوحيد بأنه إنك لا حاكمية إلا لله وده يا أخواننا ده المرقوا منه ناس داعش اللي لا الناس بيتكورك داعش وما داعش تقال داعش منه؟ داعش مرقت من فكر سيد وطب الرجل ده ها كتاب معالم في الطريق وكتاب الظلال بتاعه مرقت جماعة التكفير والهجرة قديما والكلام داعي تنبيه القراضاوي ده زل الأخو مسلم عيام برضو بالضلال قال وقال يتكلم عن الفصائل التكفيرية قال وهؤلاء خرجوا من بعض ظاهر كتابات الأستاذ سيد قطب في كتابيه في ضلال القرآن وكتاب معالم في الطريق دم ندا ده القراضاوي ذاته وشاهد شاهد شنو؟ من أهلها السيد قطب تبع عبد الحي يوسف يثني عليه وكذلك حمد اللمين إسماعيل والهواري كلهم بدافع عن الزل صار الصنة بدافع عنه محمد حسين اللي يعقوب الجابو ده بدافع عنه وبيستدل بكلام المضل المجرم ده يمتل اسمه سيد قطب ونحن كلامنا اللي بنقوله ده يا أخواننا ما بنقوله من باب نبز على ناس أو إساءة لناس أو كده لكن ده الحق المفروض الناس يعرفه الناس الآن بتقول التكفيرين والتكفيرين ظهروا مرقوا من وين مرقوا من وين التكفيرين مرقوا من هنا فيمتا؟ حتى الأخوان المسلمين القراضاوي قال البغدادي من جماعة الأخوان المسلمين فيمتا؟ ده جماعة منحرفة وكل من تفرع عنها زي الجبهجية موطمر وطني موطمر شعبي كلهم باعتمدوا على الكتب ده من هنا خرج التكفير تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وغيره الهسام ما بترفع بالطريقة دي وأسوأ نظرية هي نظرية الإخوان المسلمين أسوأ نظرية لازم تبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دي الشريعة تصحح على الناس تعلق قلوبه بالله بعد ده الناس بترجع لي الله وترضى بتطبيق الشريعة إلى آخر أما تجي تضبح الناس وتقتل الزل يقول لك لا إله إلا الله تعاني برضو تقتله هاخرش الهسام كيف؟ يقول لك لا إله إلا الله يقول لك لا هذا مرتد لا إله إلا الله لا مرتد لا إله إلا الله مرتد برضو يقتلوا فيمتى؟ فده ما دين ده ما نهج بتاع خوارج رب صلى الله عليه وسلم قال عنهم الخوارج وكلاب النار